وردنا الآن إذن بيان مجلس الوزراء حيث ترأس اليوم السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزيره الدفاع الوطني اجتماعا لمجلس الوزراء خصصا لتقييم الحصيلة السنوية لمختلف القطاعات الوزرية خلال سنة 2020 وبعد افتتاحه للجلسة تمنى سيد رئيس الجمهورية سنة جديدة موفقة للجزائر والتوفيق للطاقم الحكومي واعتبر السيد الرئيس أن التقييم والأداء الوزري لسنة 2020 يتراوح عموما بين الإيجابي والسلبية وبعدها أعطى سيد الرئيس الكلمة للسيد الوزير الأول عبد العزيز جراد لتقديم عرض شامل حول حصيلة أداء الحكومة خلال سنة المنصرمة وأزدى تعليماته بضرورة تفعيل القطاعات التي لها أثر مباشر على الحياة اليومية للمواطنين والانتقال إلى السرعة القصوى مطلع العام الجاري 2021 مثمنا التقدم الملموس في القطاعات ذات الأهمية كالصناعة الصيدلانية والمؤسسات الناشئة ودعم تشغيل الشباب وبعد اختتام عرض الوزير الأول عطى رئيس الجمهورية التوجهات التالية في قطاع الداخلية والجماعة المحلية أبدى رئيس الجمهورية عدم رضاه عن تسير بعض الولاد بخصوص مناطق الظل وهنا ألحى على ضرورة الفصل بين برامج تنمية المحلية مع تسجيل بعض المبادرات الإيجابية كالتموين بالماء والغاز عن طريق الخزنات في بعض المناطق الحدودية وحذر السيد الرئيس من استمرار ظاهرة جلب المياه بالطرق البدائية التي تمثل مأساة راح ضحيتها الأطفال أما في قطاع المالية فقد أكد رئيسها الجمهورية أن النقطة السوداء في هذا القطاع لا تزال تتمثل في النظام البنكي الذي ينبغي أن يعاد النظر فيه ما يتطلب عملا تفتيشيا على مستوى كل البنوك خاصة فيما يتعلق بملف الشفافية في منح القروض كما أمر بالإسراع في رقمنة قطاع الجمارك لمحاربة تضخيم الفواتير وامتصاص الأموال في السوق الموازية ما في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي أصر السيد الرئيس على ضرورة تجسيد استقلالية كل جامعة والتوجه نحو الشراكة المثمرة والتوأم مع الجامعات الأجنبية كما أوجه إلى رفع وطيرة التعاون بين الجامعات الوطنية ونظيرتها الأجنبية عبر تبني مقاربة منفتحة تمكن من تحويل الجامعة إلى قطيرة حقيقية للاقتصاد الوطني من خلال الابتكار والبحث التطبيقي في قطاع الثقافة ألحى السيد الرئيس على ضرورة التدارك الفوري للضعف المسجل في مجال الصناعة السينماتوغرافية التي لم تصل بعد إلى موريد اقتصادي قادر على خلق ألاف مناصب الشغل يمكنه المساهمة بشكل كبير في إنعاش الاقتصاد الوطني أما فيما يتعلق بقطاع رقمنات والإحصائيات فقد أكد على ضرورة الإسراع في مصاري رقمنات مختلف القطاعات الحساسة ذات الأهمية الاقتصادية لا سيما الضرائب والجمارك والأملاك حتى تتمكن السلطات العمومية من امتلاك الأدوات الضرورية لوضع سياستها وتنفيرها وكذا تقييمها وإلى قطاع التضامن الوطني فقد كلف الحكومة بمضاعفة جهودها من أجل تعزيز مختلف الألية الموجهة لفائدة المرأة الماكثة في البيت وذلك من أجل تشجيعها على الانخراط في مساري الإنتاج الوطني أكد أيضا السيد الرئيس على ضرورة مواصلة العمل وذلك لتثمين الموارد المنجمية التي تحوزها بلادنا مشددا على أهمية الشروع في أقرب وقت ممكن في الاستغلال الفعلي لمنجم غارج بيلات ومنجم الزينك والفوسفات في ودي أميزور ومع ضرورة استكمال باقي الترتبات لإطلاق المشاريع المهيكلة الكبرى في هذا القطاع في قطاع الصحة أكد على ضرورة مواصلة التحذيرات اللازمة لإطلاق عمليات التلقيح ضد وباء كوفيد 19 شهر جنفير ووفق تنظيم محكم في قطاع الصيد البحري أمر بضرورة منح كل التسهيلات اللازمة من أجل إطلاق صناعة محلية للسفن تسمح بتطوير الأسطول الوطني ورفع القدرات الانتاجية لتزويد السوق الوطني كما كلف الحكومة ببحث إطلاق مشاريع شراكة في مجال الصيد مع مختلف الشركاء في الدول الشقيقة والصديقة قطاع الفلاحة وتنمية الرفية أمر السيد الرئيس بفتح تحقيق قضائي في قضية استيراد القمح المغشوش من لتوانيا وكلف وزير المالية بإجراء تدقيق محاسباتي في الديون أو في الديوان الجزائري المهني للحبوب إلى قطاع الصناعة الصيدلانية أكد السيد الرئيس على أهمية تنفيذ الأهداف المسطرة في هذا القطاع من أجل رفع القدرات أو قدرات الانتاج الوطني في مختلف المواد الصيدلانية وخفض الوردات بحلول هذه السنة هذا وسيواصل استعراض حصيلة باقي القطاعات في الاجتماع القادم لمجلس الوزراء كان هذا إذن بيان مجلس الوزراء الذي عقد صباح اليوم برئاسة سيد رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون